بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسليين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أبنائي وبنات الطلاب في درسنا لهذا اليوم أنا وأنتم نبتدئ أو نشرح الوحدة الثالثة كوكب الأرض ونبتدئها بالدرس الثامن شكل كوكب الأرض في هذه الوحدة أبنائي وبنات الطلاب الدرس الثامن شكل كوكب الأرض حركة الأرض ونتائجها وما ينتج عن هذه الحركة نتائج حركة الأرض حول محورها حركة الأرض حول الشمس وما ينتج عنها أسباب حدوث الفصول المناخية أو الفصول الأربعة إذن هذه مكونات أو دروس الوحدة الثالثة كوكب الأرض الدرس الثامن شكل كوكب الأرض الدرس التاسع حركة الأرض ونتائجها الدرس العاشر نتائج حركة الأرض حول محورها الدرس الحادي عشر حركة الأرض حول الشمس الدرس الثاني عشر أسباب حدوث الفصول المناخية وننطلق أنا وأنتم في الدرس الثامن شكل كوكب الأرض من خلال هذا الدرس أبناء وبنات الطلاب سوف نتعرف على أبعاد الأرض إذن أنا وأنتم نتعرف بإذن الله من خلال درس شكل كوكب الأرض على أبعاد الأرض قوة الجاذبية إذن أبعاد الأرض وقوة الجاذبية أبنائي وبنات الطلاب كما تعلمون أن الأرض أو كوكب الأرض أحد كواكب المجموعة الشمسية التي الثمانية التي تدور حول الشمس في نظام محكم لا يعتريه الخلل أي تدور بمسار دقيق جدا قال تعالى هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون أي أن لا أي عدم أو كل كوكب يسير في فلك لا يدخل أو لا يتقاطع مع كوكب آخر أبناء كروية الأرض وما قيل عن كروية الأرض لا تحتاج كروية الأرض إلى دليل كي تثبت إذن كروية الأرض لا تحتاج إلى دليل في وقتنا الحاضر لكي نثبتها لماذا أبناء وابناء الطلاب من خلال الطائرات وصور الطائرات والأقمار الصناعية التي والرحلات الفضائية أبناء وابناء الطلاب أثبتت بالدليل القاطع على كروية الأرض ولكن أبنائي هل الأرض كروية كاملة الاستدارة؟ أحسنتم بل هي منبعجة عند خط الاستواء ومفلطحة عند القطبين ما معنى ذلك؟ أو كيف نثبت ذلك؟ إذن الأرض أبناء وابناء الطلاب ليست كالكرة أي ليست كاملة الاستدارة بل أنها منبعجة من خط الاستواء ومفلطحة من القطبين كيف يكون ذلك؟ أولا أو كيف كان أن الأرض أبناء وابناء الطلاب كانت فيما مضى كتلة ملتهبة منصهرة أي عبارة عن كتلة من نار دارت حول نفسها هذه أبناء من النظريات التي ذكرت دارت حول نفسها بأمر الله فتولدت بما يسمى بقوة الطرد المركزي التي تولد قوة الطرد وبالتحديد في الوسط حينما تدور الأجسام بشكل دوراني كانت سرعة دورانيها عند خط الاستواء أكبر وأعظم من القطبين إذن أبنائي كانت الأرض سرعة الدوران من خط الاستواء أي من المنتصف أسرع مما هي عليه من القطبين أدى ذلك إلى ماذا؟ فتولد قوة طرد عظيمة الممتازين طردت بعض أجزائها بعيداً عن المركز فانبعجة أي اتسعت من المنتصف وبناء على ذلك أصبحت هناك عند القطبين مفلطحة بمعنى أبنائي أصبحت ليست بهذا الشكل بل تقريباً بهذا الشكل تقريبي نوعاً ما بمعنى أنها متسعة من هنا ومفلطحة من القطبين إذن كانت سرعة دورانيها عند خط الاستواء أعظم من سرعتها عند القطبين فتولدت قوة الطرد المركزية العظيمة عند خط الاستواء حيث طردت بعض أجزائها بعيداً عن المركز فانبعجة من جهة خط الاستواء وبناء على ذلك حدثت الفلطحة عند القطبين والانبعاج من جهة خط الاستواء ولولا أن هناك قوة أعظم من قوة الطرد وهي قوة الجاذبية لعملت إلى تطاير أجزاء كبيرة من الأرض إذن وجود الجاذبية الأرضية بفضل الله سبحانه وتعالى ساعد على عدم تطاير أجزاء من الأرض إذن بسبب قوة الطرد المركزية وسرعتها العظيمة من جهة أو من عند منتصف أي من جهة خط الاستواء أدى ذلك إلى انبعاجها وفلطحتها من القطبين إذن أبنائي ما سبب فلطحت الأرض وانبعاجها من خط الاستواء أن الأرض كانت ممتازين فيما مضى كتلة ملتهبة منصهرة أحسنتم دارت حول نفسها بأمر الله فتولدت قوة طرد مركزي أبنائي وبنائي الطلاب هذه السرعة كانت على خط الاستواء أسرع مما هي عليه عند القطبين فأدى ذلك إلى ماذا؟ أحسنتم أدى إلى انبعاجها عند خط الاستواء وفلطحتها من جهة القطبين إذا إلى الانبعاج من الاستواء والفلطحة من القطبين فأصبحت ليست دائرية الشكل بالتحديد ولكن نوعا ما بشكل بيضوي ممتازين إذن الفلطحة هي عند الاستواء والانبعاج هي من عند كما ذكرت لكم أبنائي الفلطحة من عند القطبين عفوان أبناء وبناء الطلاب والانبعاج هي من عند خط الاستواء أبنائي حينما تعرفنا أنا وأنتم عرفنا أن الأرض ممتازين من بعجة من خط الاستواء ومفلطحة من القطبين فلا بد أنا وأنتم أن نتعرف على أبعاد الأرض قد ذكر فيما مضى أن الأرض كروية الشكل ولكنها على أي حال ليست كرة كما نتصورها بل هي ماذا؟ ممتازين من بعجة من خط الاستواء ومفلطحة من القطبين أي أنها تأخذ الشكل ماذا؟ البيضوي أو الشكل البيضاوي إذن من بعجة من الاستواء ومفلطحة من القطبين أي أنها تأخذ الشكل البيضاوي أبنائي وبناتي الطلاب قال تعالى أأنتم أشد خلقا؟ أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها؟ وأغطش ليلها؟ وأخرج ضحاها؟ والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها هذا التصوير القرآني أبنائي وبناتي الطلاب هو دليل قاطع لشكل الأرض الحقيقي الذي توصل إليه العلماء في عصرنا الحالي وهي القياسات العلمية الدقيقة لبعد الأرض القرآن هو من أثبت قبل 1400 عام على شكل الأرض ولكن أتت هذه الدراسات بعد ذلك أبنائي لا بد أن نعرف القطر الاستوائي أو حجم أو المساحة أو مسافة القطر الاستوائي والقطر القطبي القطر الاستوائي أطول من القطر القطبي بماذا؟ ب43 كيلو متر كم يبلغ طول القطر الاستوائي؟ 12756 كيلو أما القطر القطبي أبنائي وبناتي الطلاب كم يبلغ؟ يبلغ أبنائي وبناتي الطلاب 12713 إذن القطر الاستوائي كم يبلغ أبنائي؟ ممتازين 12756 بينما القطر القطبي ممتازين 12713 الفرق الذي بينهما هو 43 كيلو مترا أي أن القطر الاستوائي أطول من القطر القطبي وهذا دليل على عدم ماذا؟ كروية الأرض لو كانت كروية بشكل هندسي لأصبح مساحة أو مسافة القطر القطبي مساوية للقطر الاستوائي المحيط الاستوائي أو دائرة خط الاستواء أطول من الدائرة القطبي يا أبنائي وبناتي الطلاب بنحو ماذا؟ بنحو 75 كيلو متر إذ يبلغ طول المحيط أبنائي طول المحيط المحيط الاستوائي ممتازين أحسنتم أربعة تقريبا يبلغ 40 ألف 40 ألف كيلو متر والمحيط القطبي 39925 كيلو متر الفارق بينهما أبناء وبنات الطلاب 75 كيلو متر هذا أيضا دلالة أخرى على عدم كروية الأرض كروية هندسية كما ذكرت لكم بل هي منبعجة من الاستواء ومنفلطحة من القطبي إذن القطر الاستوائي والقطر القطبي والمحيط الاستوائي والمحيط القطبي المحيط الاستوائي والقطر الاستوائي يتفوق بالمساحة أو بالمسافة عن المحيط القطبي والقطر القطبي حيث أن القطر الاستوائي أطول من القطر القطبي بنحو 43 كيلو متر حيث أن القطر الاستوائي 12756 كيلو متر بينما القطر القطبي 12713 ننتقل إلى المحيط الاستوائي أي دائرة خط الاستواء أطول من المحيط القطبي بـ 75 كيلو متر كم يبلغ طول المحيط الاستوائي؟ 40 ألف كيلو متر بينما المحيط القطبي يبلغ طوله 39925 كيلو متر أبنائي تقدر مساحة الكرة الأرضية بنحو 510 ملايين كيلو متر مربع إذن مساحة الكرة الأرضية تقدر أبنائي بـ 510 ملايين كيلو متر مربع وهكذا نجد أن حجم الأرض ضخم ولكنه لا يعد ضخما إذا ما قيس بالأجرام السماوية الأخرى فلو قررناه أبناء وبناء الطلاب بقطر المشتري فأصبح قطر المشتري أكبر من قطر الأرض بعشر مرات إذن مساحة الأرض أبناء وبناء الطلاب 510 ملايين كيلو متر مربع هذا الحجم أو هذه المسافة كبيرة ولكن لو قررناها بأجرام أخرى لوجدناها ليست بالكبيرة أبناء وبناء الطلاب نلاحظ المصور الذي أمامنا يبين لنا حجم الأرض مقارنة بالكواكب الأخرى لو لاحظنا الأرض كما هو مضح لدينا أمامنا أبنائي مقارنة بكوكب المشتري للاحظنا الفرق الشاسع بين حجم الأرض وحجم المشتري ونلاحظ أيضا حجم الكواكب من الأرض ونلاحظ حجم الأرض مقارنة بالمشتري للاحظنا أنها ليست ذات الحجم الكبير أبنائي وبناتي الطلاب قوة الجاذبية في الأرض لعظم حجم الأرض وكثافتها فهي شديدة الجذب للأشياء التي فوق سطحها أو بالقرب منها كما ذكرت لكم أبناء وبنات الطلاب في الدرس السابق أن مما يجعل القمر يدور في مدار ثابت حول الأرض هي قوة الجاذبية الأرضية وهذه القوة تمسك الغلاف الجوي والغلاف المائي على سطح الأرض وتحدد وزن الأشياء وقوة الجاذبية أيضا تساعد على عدم تفكك الأرض وتجذب الأشياء التي فوقها وهي من المسلمات لدى أي إنسان وهي من أمر الله سبحانه وتعالى ومشيئته إذن القوة أو قوة الجاذبية له دور كبير في أن القمر يدور في مدار محدد أنها تمسك الغلاف الجوي والغلاف المائي على سطح الأرض وأنها من خلال الجاذبية تحدد وزن الأشياء وتساعد على عدم تفكك الأرض وهي تعتبر كما ذكرنا أنها من المسلمات إذن أبنائي وابنات الطلاب في هذا الدرس أنا وأنتم تعرفنا على كوكب الأرض الذي نعيش فيه وهو أحد كواكب المجموعة الشمسية الثمانية هذا الكوكب يدور في مدار محدد لا يعتريه اختلاف ولا يتقاطع مع كواكب أخرى أبنائي كما ذكرنا أن كروية الأرض لا تحتاج إلى دليل قاطع بل أثبتت من خلال الرحلات الفضائية والطائرات وغيرها وأيضاً والأقمار الصناعية أيضاً أبنائي وابنات الطلاب الأرض ليست كاملة الاستدارة كيف ذلك؟ ممتازين أن الأرض كانت فيما مضى عبارة عن كتلة ملتهبة منصهرة ممتازين دارت حول نفسها بأمر الله فتولدت بها قوة تسمى بقوة ممتازين قوة الطرد المركزي كانت سرعة دورانها ممتازين على خط الاستواء أسرع مما هي عليه على القطبين الممتازين فأدى ذلك إلى انبعاجها من خط الاستواء وتفلطحها من القطبة أبعاد الأرض أبناء وابنات الطلاب تختلف كما ذكرنا لكم أن القطر الاستوائي يختلف عن القطر القطبي بنحو 43 ممتازين كيلو والمحيط الاستوائي يختلف ممتازين عن المحيط القطبي بنحو 75 كيلو ممتازين أبناء وابنات الطلاب وتعرفنا أنا وأنتم على مساحة الأرض 510 ملايين كيلو متر مربع مساحة الأرض أو حجم الأرض بالنسبة لكواكب المجموعة الشمسية ومن ثم في الأخير تعرفت أنا وأنتم على قوة الجاذبية الأرضية وفائدتها أبناء وابنات الطلاب حيث استطاعت أو تعمل على مسك الغلاف الجوي والغلاف المائي وعلى كل ما هو موجود على سطح الأرض أبنائي وابنات الطلاب وبذلك أبنائي ننهي درسنا لهذا اليوم شكرا ومقدرا لكم تفاعلكم مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح